السلام عليكم مشاهدين الكرام طبعا الايام الاخيرة طار الانتباه موضوع ديال المبعوث اممي ديمستورا لقالت وكالت رويترز على انه اقترح تقسيم الصحراء المغربية وكما دقرنا لانه هذا ترنيقاش طبعا في عدة منابر سياسية وديبلوماسية واعلامية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي اذن بالنسبة لنا احنا يا دائما كما نقول خذ الكعكعة من يدي صاحبها هما قالو هادك عدتني قال ما قالش لا هادا قال هاد ما قاش خذ الكعكعة من يدي صاحبها حصلت على احاطة ديال ديمستورا التي تقدم بها للامين العام للأم المتحدة وهي بالانجليزية اذن دبارها بين ادي اقرأتها قراءة متأنية وترجمتها اللغة العربية وقد نقول لكم المحتوى ديالها ولكن باش اطمأنه هو ما كنش اقتراح ما اقتراحش حل لتقسيم الصحراء المغربية هو تكلم على مجموعة من النقط اللي تارها مع الاطراف المعنية وكانك يقول بانه هاد القضية اطراحتها اشكر كي يقولوا فيها وفي بعض احيان كانك يعطيه وجهتنا ضغ ديرو في هاد الامور اذا قد نمشيوا مع التقرير ونبحوه نقطة بنقطة باش اطراحت ما يتزايد علينا اطراحت ما يقول ناشي حاجة اللي ماشي هي هديك اذا المبعوث الاممي ديمي ستورا كيقول بانه بانه هول الاممي العام كيقول انه كيشكره على اي تحت الفرصة باش يطالع اعضاء مجلس الامن مرة اخرى على مسألة الصحراء الغربية هذا الكلمات الرسمية الصحراء القربية وحتى احنا بسبلنا في المغرب صراحة مناقشة مع مجموعة من الفاعلين على انه هاد مسألة ما تقلقناش الصحراء القربية لانه مدم انه صحراء قربية يعني كان صحراء شرقية وهذه الصحراء شرقية مغربية الصحراء القربية مغربية اذا بغوا يقولوا الصحراء القربية معنده تشي اشكال صحنا نقول احنا الصحراء الغربية المغربية يعني اه كيقول ديمي ستورا على أنه بعد مروط السنوات على الولادة وكمبعوت شخصي الألمين العام تعتقد بأنه حان الوقت لإجراء تقييم صريح حتى الكلمات بعد المرات ركي اخترها بجأة عناية تقييم صريح وكيف نقوم بذلك الشي عندنا تقرية دي الألمين العام بشكل الحالة في الصحراء الغربية وقال لهم أنه اسمحوا لي باش نعتبدأ لبعض العناصر ونقدمها في سياق ديالها الإضافة لها التخيم وكتبقها الخلفية اللي كيوفرها الوضع على الأرض والبيئة الأمنية ذات أهمية جوهرية وفي هذا الصدد كيحيي العمل اللي قامت بيه باعتة مينورسو تحت قيادة الممتل الخاص لأمين العام إيفانكو اللي قدي شرح بالتفصيل جهود وإنجازات المهمة دياله ومن وجهة نظره من ضروري من وجهة نظرنا ينمي السورة كيقول أنه من ضروري جديد ولاية باعتة مينورسو والاستمرار في السماح للباعتة بالعمل والتمتع بحرية بحرية الحركة اللي تحتاجها بمعنى أنه هاد الباعتة ديال مينورسو مكتل تمنتعش بواحد الحركة وخاصة في الناحية الشرقية من جدار الأمني بمعنى أنه مشي من ناحية ديال المغيب ولكن من ناحية ديال الجزائر البلاسة اللي مسيطرة عليها ليس اللي مسيطرة عليها لسمحها لزائر البوليزاريو التحرك فيها باش نكونوا دقاق حتى في التعبير وكيقول ديمستور على أن الأحداث الأمنية وبعضها خطير لوقعات العام اللي داز ولا خلال هذا العام اللي كيتناول هذا التقرير كتبين أنه ما يمكنش نسمعه نسمعه بأي تهاون وهي بمثابة التذكير بالمخاطر المحتملة والتكلفة المترطبة على زيادة الصراع وهناك يقول أنه خدونا نركزه بعدها على شعب الصحراء الغربية بكيقول شعب الصحراوي شعب الصحراء الغربية أنفسهم وكيقول بأنني يالله رجعت من الزيارة ديالي التالتة لمخيامة اللاجئين في تندوف كيسميها مخيامة اللاجئين في تندوف حتى الانتباه دياله مرة أخرى بؤس الظروف المعيشية وغياب أي منظور لحياة أفضل والأمطار الغزيرة اللي طرحت وخرك عنده تأثير كاريتي على بعض المخيامات وزادت في تفاقم الوضع وكيقول بأنه أن زملائهم يعني مثل وكالة الإنسانية التابعة للأم المتحدة والمنظمة غير الحكومية الدولية كيوصلوا العمل لهم بدون تعاب بدون كذل لمساعدة اللاجئين لكنهم كيأكدوا كيأكدولوا أن الافتقار إلى التمويل كافي ووضوح الوضع كييعيق الجهود ديالهم بمعنى أنه كيقول ذلك الشيء اللي قدوا له ديمستوركي وجهك لمو الأمين العام ومتحدة كيقول لي من صعب المبالغة في التأكيد على مستوى اليأس وإحباط لدى المجتمع المدني في المعسكرات وغياب الرؤية والشعور العميق بفقدان ثقة في العملية السياسية وكذلك حتى في الأمم المتحدة نتيجة لتوقف جهود السلام عبر علها بدون تردد ممتنين الشباب لتلقى بهم بمعنى أن ننقلوا له المرارة وعدم التقاء فادموا السيس الكامل وكذلك هي نفس الرسالة لتلقها من مجموعة من النساء لكانوا كيلحوا على أنهم يسمعوا الصوت ديالهم في العملية السياسية وتمكنهم من مشاركة فيها بشكل كامل وقالوا بأن انقسام أو استمرار انقسام الأسر بين المخيمات وآقلي من الجنوبية والمواقع أخرى والاتهامات المتبادلة بانتهاكة حقوق الإنسان هي بمثابة تذكير بالحاجة الإنسانية الملحة للإحراز تقدم بمعنى أنه كان واحد وضع إنساني متروح ولا بد من إحراز تقدم فيه وكيف ديمستورا في تقرير دياله وقف إطلاق النار أو على الأقل وقف الأعمال العدائية وفي هذه القضية أن المغرب يحمل المسؤولية ديال وقف ديال هذه المسألة هذه إلى الجبهات البوليساريو يعني لمواصلة في العداء في عمليات ديال عدم احترام إطلاق النار وقف إطلاق النار وأن البوليساريو هي اللي كتلقي عدتاني كذلك باللوم على المغرب اللي كانت تقول بأنه هو اللي انهي هو قام بإنهيار عملية وقف إطلاق النار كذلك رائما بذلك الأحداث اللي كانت في عثناء تحرير القرقرات وهنا عدتاني ديمستورا كيتكلم على الوضع الراهن بين الجزائر والمغرب وكيقول أنه ممكن لنساول البعد الإقليمي لهذه المسألة وأن الوضع الراهن بين المغرب والجزائر مع قطع العلاقات الدبلوماسية بينهم ومظاهر التوتر كتشكل مصدر قلق واستمر ولا يساعد في حل قضية صحراء الغربية وكيقول بأنه يتعين علينا أن نتجاوز حالة العداء هذه إذا أردنا تعزيز تكامل المنطقة ككل وهو عامل يمكن أن يسهل ويستفيد من تقدم في ملف الصحراء الغربية ويقول بأن هذه الأولوية كنسمعها بانتضام في أماكن أخرى في نواكشوت مثلا وهي العاصمة لكتقول بأنه راه على الحياد الإيجابي بشكل ملف واستعدادها للمساعدة عندما يحين الوقت ويقول للمساعدة أنه يتيقف هذه المسألة للحياد الإيجابي دي الموريطانيا وهناك يقول بأنه هذا كتير السؤال متى سيأتي الوقت للتحرك بشكل حاسي بشأن مسألة الصحراء الغربية ويذكر بأنه السنة المقبيلة 2025 قد تكون الدكرى الخمسين لبداية الصراع أو بداية النزاع الدكرى الخمسين هو عنده دلالة كبيرة هذا الرقم وعاو تاني كيقترب من الدكرى السنوية التالتة للولاية ديله كيقول بأنه كيعتقد لأنه قد حان الوقت لتقييم الوضع معا بشفافية كاملة في إطار هذه المشاورات وهنا كيقول كيقول مسمحوا لي باش نضع واحد جوج من التطورة الأخيرة لها لها عندها تأثير في هات الصداد وكما شار تقري الأمين العام شفنا في فتر الأخيرة عدد من المبادرات التونائية المتعلقة بالسحراء الغربية وفي هذا الإطار أخذنا علما بكلمة العاهي المغربي الملك محمد السادس في خطابه أمام بالبرلمان في 11 أكتوبر حيث أكد على الدعم الذي تتلقاه خطة الحكم الذاتي من مختلف البلدان وتعد الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي ماكرون العاهي المغربي ملك محمد السادس مثالا واضحا على ميت هذه المبادرات التونائية وخطة الحكم الذاتي المغربية تحضر بواحد القبول لدى بعض الشهاد الدولية الفاعلة وتزر الإشارة إلى أن جمهة البوليساريو أدانت هذا الإعلان وأن جزائر استدعت سفيرها في باريس بعد نشر الرسالة بمعنى أن هناك ديمستورا كان كل الأحداث كما هي وكذكر بها وكذكر واحد مسألة مهمة أنه في تطور منفصيل أكدت محكمة العدل الأوروبية في 4 أكتوبر إلغاء الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019 فيما تعلق الصد البحري والمنتجات الفلاحية وباعتباره هو مسؤول في الأمن العام للأمم المتحدة يقول بأنني لست في وضع يسمح لي بالتعليق على جوهر القرار القانوني متعلق بالعلاقة التجارية التنائية ولكن أشير إلى أن مجرد اتخاذ محكمة العدل الأوروبية من هذا القرار هو بمثابة تذكير آخر بأن غياب حل سياسي لقضية الصحراء الغربية كتمشى مع قرار 2703 له أطار وفي هذا الصداد تجد إشارة أن المغرب صدر بيان أشار فيه إلى أنه لا يعتبر نفسه بأي حال الأوروبية وأن قيادة مفوضية الاتحاد الأوروبي ومجرد الشؤون الخارجية أكد مجددا على القيمة العالية لكي علق الاتحاد الأوروبي على شركة الاستراتيجية مع المغرب ونديم السوركي يقول بأنه بحاجة إلى دفع العملية السياسية بشكل بالناء وبشكل عاجل للأسباب التي بلغتها لكم عندما التقينا آخر مرة في أبريل وهي أمن الناس وأخذ من الاعتبار حتى لي أسديرهم وهذا هو نفس الشعور بالإلحاء لأنه كان يقلوه في جميع تفاعلات الدبلوماسية مع الكثير من المناقشات وكثير من تلك المناقشات تنورها تقرير الأمن العام لصدر الأسبوع الماضي ولدى عيازة ما يقول للعودة إليها وبعد الفطر الذي يقضيها تقرير قام هو مؤخرا بإشراك جميع المعنيين وزراء خارجية المغرب وموريطانيا وجزائر وكذلك قيادة البروزاريو للتاقها في تندو في 3 أكتوب وكذكر بأنه في الاجتماع الأخير مع وزير خارجية بوريطا أن وزير خارجية بوريطا أصر على أن مبادرة الحكم الداتي لأعام 2007 تظل هي اللعبة النهائية وليست نقطة نقطة البداية لأي عملية ورأى أن هذا ينبغي أن يكون موضوع المفاوضات بمشاركة جبهة البوريطانيا وجزائر وموريطانيا بالإضافة إلى المغرب ولكن ديمستورك يقول بأنه نذكره بدعوة مجلس الأمن إلى جميع الأطراف إلى التوسع في المواقف ديلها وتجنب الشروط المسبقة وفي هذا أكدله بكل احترام ولكن بحزم أن الوقت قد حان لكي يشرح المغرب وتوسع في مقترحه للحكم الذاتي لعام 2007 بمن أنه يدعو المغرب إلى توضيح أكثر المبادرة للحكم الذاتي لأنك نسمع بأنه المغرب تقدم بمواضرة الحكم الذاتي الحكم الذاتي هذا قبل الحكم الذاتي هذا مع الحكم الذاتي هذا كيف الحكم الذاتي أكد من العام جبهة البوليساريو كيقولها ديميسورا من جديد المواقف معروفة لجبهة البوليساريو متمثلة في ضرورة تطبيق الكامل لإحكام متاق الأمم المتحدة والقانون الدولي المتعلقة بتقرير مصير ومجهة نظر ذي فأن هذا يعني أن الشعب الصحراء الغربية يجب أن يكون قادرا على تقرير مستقبله ومستقبل الإقليم بطريقة لا ينبغي لأي طرفين آخر أن يستبقها وبنسبة لها أيضا ذكروا بالوضوح برسالة المجلس وخاصة بروح إنخراط بالإنخراط بروح الواقعية والتوافق وواصل وزير خارجية حمد عطاف دعم المواقف اللي أعربط عنها جبهة البوليساريو في حين يسر عطاف لأن بلاده لا يعتبر نفسها طرفا في النزاع وأن ديمستور كيأكد بأن وزير الخارجي الموريطاني مرزوق من جديد كيأكد على موقف الحكومة ديالو بالحياد الإيجابي إذن ديمستور كيقول هذه المواقف ليسمعها أعضاء المجلس كيقولها لهم عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية وكيلحل على أنه الرغم من إحساسكم والشعور متكرر بالحاجة المليحة لإحراز تقدوم فإن بعض المحاورين ديالو لم يظهروا لإنفتاح المطلوب لتمكين روح البحث البناء عن حل متفق عليه بشكل متبادل على النحو الذي دعال إليه الأمين العام بمعنى أنه كان بعض المحاورين ومحددهمش أنه ما كيتجاوبوش مع الإنفتاح الضروري أو الإبداع الضروري أو التقدوم في الحل إلى الأمام وإذا قال اسمحوا لي بروح من الصراحة التامة أن أكون أكثر تحديدا بشأن بعض الخيارات التي أعتقد أنها موجودة والتي كنت أعمل عليها في الأشهر القليلة الماضية وهنا سنجي لهذه القضية للتقسيم الصحراء ومتقاش أقترح قال بأنه النقاط لتكلم عليها وهنا في الفقرة 17 كي يقول لابد لي من إبلاغكم بأنني قد قمتم بإعادة النظر في تكتومين وتوسعت مع جميع المعنيين بشأن مفهوم تقسيم الإقليم الذي سبق أن ذكره سلافي جيمس بيكر الثالث قبل أكثر من 20 عاما ومن الممكن أن يستند مثل هذا الخيار إلى حدود الجزء من الصحراء الغربية بمعنى أنه كان واحد التقسيم من الصحراء المغربية ما بين المغرب وموريتانيا فالجزء الشمالي من الصحراء المغربية يأخذها المغرب والحدود والجزء الجنوبي تأخذ مرتزقة البوريساريو اللي كان عند موريتانيا وكيقول بأنه مش إن هذا الخيار هنا أدبك يشكر هو هذا الخيار أو يشكر مزايا هذا الخيار كيقول بأنه مش هذا الخيار أن يسمح بإنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي ومن جهة أخرى يسمح أنه يدمج الشمال في المغرب مع الاعتراف الدولي بالسيادة المغرب عليه ويقول بأنه في حال التوصل إلى هذا الحل الوسط يمكن هذا الحل أن يستوعب كل مطالبة الاستقلال وخطة الحكم الداتي ضمن السيادة المغربية بما أنه المغرب يقول الحكم الداتي غير الحكم الداتي في تلك المنطقة الموزز قدير البوليساريو كهي يتبغل استقلال سيكون الاستقلال في المنطقة وهناك يتبقى للناس السكان الصحراء الغربية والصحراء المغربية اختيار يمشون في الجزء الشمالي او في الجزء الجنوب يعني يمشون مع الحكم الذاتي في الشمال او يمشون مع الاستقلال في الجنوب هذا هو وجهة نظاره ويقول بانه بينما عربت بعض البلدان في المنطقة وخارج المنطقة خلال المشاورة عن بعض الاهتمام اهتمام تقسيم الاقليم يقول انه لا بد لي ان ابلغيكم بانني لما اتلقى حتى الان اي اشارة الى الاستعداد للنظر في استكشاف هذا الاهتمام بشكل اكبر سواء من المغرب او من جبهة البروزارية ويقول يؤصفوني بانه هاد تبدوها فكرة فكرة هذه بانها جديرة بان تأخذها بالاعتبار في سياق حل محتمل متفق عليه بالطرفين وكنت على استعداد للعمل عليها ومن ثم يجب انه حيط علما بالموقف السلبي الحالي لكل من المغرب والجبهة جبهة البروزاري بينما من اجل الشفافية اشعر بواجب ابلاغ المجلس بمعنى انه هو كان يميل هاد الحل وكان يقول له كان بانه كانت موافقة كان يخدم عليه ولكن هالشي اللي كان ان المغرب والبروزاريو موافقش عليه ومن واجب انه يبلغ المجلس الامن بهادش هذا وفي الفقرة عشرين يقول انه كانت تبقى الوثيقتين اللي استدرت في 2007 هم اللي بقيين الوثيقة اللي سلمتها جبهة البروزاريو اللي فيها يعني طرح ديالها والوثيقة والوثيقة ديال المغرب بمعنى ان المغرب يرفض ديال الوثيقة ديال البوليزاريو في الفقرة عشرين وهنا راح قام بالاشادة باقتراح الحكم الداتي قال اما بالنسبة الوثيقة الاخرى فكلنا متطالعون على الاطار العام لمبادرة الحكم الداتي اللي اقترحها المغرب في 2007 وادقرها المجلس بالتزامن مع الاشارة الى الجهود الجادة والموثوقة لمنى انه مجلس الامن كان يتكلم على الجهود الجادة والموثوقة ودرج ضمنها مبادرة الحكم الداتي تقدم بها المغرب وكان اخرها في القرار سنة 2013 وهو جزء من التطور اللي يذكره سابقا حيث اصدر المغرب وعدد من البلدان بيالات تلائية لدعم المبادرة وكيقول ان الحكم الداتي المتقدم المستع يمكن ان يكون نموذجا ناجحا تجسد في العديد من المواقف في جميع انحاء العالم وكي تتبادر الادهان حالات مثل سكوطلندا وغيرها الكثير وكيقول انه الى كان فهم الحكم الداتي يجلب واحد الاهتمام كتبان بان الخطة المغربية المكونة مثل الصفحات كتكتسب واحد زخم تنائي وكيعتقد بان هذا يخلق ايضا واحد التوقعات اللي ممكن انها جي من هذه الخطة وهناك يذكر على قضية حق الاشخاص المعنيين في فهم ما يتم اقتراحه بشكل افضل بمعنى انه حق المجلس وحق الامين العام المتحدة وحق هو وحق الناس قادم مهمة من انهم يعرفوا شنه هي هاد المبادرة شنه هاد الحكم الداتي وحتى من حق الدول التي اعرابت عن دعمها المبادرة ان تعرف ما التي تنص عليه بالضبط كيبقى عبدا كذلك اننا سنوضحوا كيفاش هاد الخياض الحكم الداتي غادي اسمح لنا لممارسة تقرير مصير بشكل مستقية وكرامة للشعب الصحراء الغربية وما هي الطرق التي يتم بمجابها ذلك يعني هناك يحاول ما امكن انه يجاوب على واحد جموعة من اسئلة وكيقول انه ما زلت اعتقل ودون المساس بالحل المختار لتسوية قضية الصحراء الغربية ان الوقت قد حان بنسبة لي ولجميع المحاورين لاستكشاف الطرائق التي يتوقعها المغرب بشكل ملموس ولكي يتم استكشاف هذا الامر من الضروري ان يقدم المغرب تفاصيل رؤيته في الحكم الداتي وكيقول بانه اشعر بالارتياح في هذا الصداد لانني فهمت من بوريطا خلال مشاورة الفرضية معه على ان المغرب يقدر الحاجة المليحة الى شرح وتوسيع خطة الحكم الداتي الاصلية لعام 2007 لمن انه كي يبين ان المغرب كيتفهم هذه القضية كيتفهم على انه العالم بغي يفهم خطة الحكم الداتي والتفاصيل دياله وكيقول ديمستورا على انه هذا هو نطاق القضايا لكي اعتزم معالج تها في الاشهر الستة المقبلة قبل المشاورات المغلقة بشأن الصحراء الغربية في ابريل 2015 وهو عام الدكرى الخمسين هذا الصراع وعنده اعمال صادق فانه ممكن انه يحرز واحد تقدم خلال الاشهر الستة القادمة بحيث يمكن لهم يوضعوا واحد تصور لتحقيق حل عادل ودائم ومتفق عليه بشكل متبادل وكي ينص على تقرير المصير لشعب الصحراء الغبية ومع ذلك قال اذا لم يكن من الممكن بنسبتي لان ابلغكم باحراز تقدم وتوضيحات المغزى فانني اخشى ان يتيل ذلك تساؤلات بشأن طرائق المستقبلية لامم المتحدة يقول بانه الى ما احرزناش تقدم في هاتستة شهور ما عرفت كيفاش ستكون الامور من بعدها وكيعتبر بانه تسير العملية السياسية بشكل استحراء المغربية انه يفر واحد سبب ليقترع الامم العام اعادة تقييم ما اذا كان هناك مجال واستعداد لنا كما ظل مفيدين في مثل هذه الظروف لذلك فان الاشهر السيدة المقبلة هي اختبار لي وللجميع بمعنى انه يتسائل اذا لم تقدم ناش في حل كيفاش انه الوجود دينا يعني كيلمح بانه ممكن ان يقدم استقال دينا هذا بصفة عامة هو التقرير اللي تقدم به ديمستورا وخصا نقرأه قراءة متأنية وهو دوره كان يحاول انه يوصل شيء ليتكلم فيه الشيء لا نقشه والكلم المهم وخصا نوقف عندهم يفهموه بانه هناك ديمستورا بيكيتكلمش نهائيا على هذه استوارنا مشروخة اللي كيقولها الجزائر وبوريزاريو وهي ديال الاستفتاء لا تكون نهاية الاستفتاء ولا تكون محشله نهائيا بل اكثر من ذلك كيقول انه كان طرح لتقسيم الاقليم وانه غير مطروح وانه المغريب بوريزاريو كرفضه اذا اللي باقي الان اللي باقي الان هو الطح اللي تقدم به المغريب في اطار ايجاد حل سياسي وهنا كيقول بانه كي يحرك الامور القدام كيقول ان المغريب يقصوه يزيد يوضح بمعنى انه السين المقبلة غادي نمشي ودبا بشي مناقشتها بالحكم الداتي شرح الحكم الداتي كيف مجل الحكم الداتي لا ما فهمت الحكم الداتي لا الحكم الداتي غير سيكون هذا هو سير وكيدهر لي بانه الامور ما زال غاديها وما زال المفاوضات والنقاش غاديين ولكن اللي متأكد منه انه المغريب في صحرائه والصحراء في مغربها وخصوه بعدد التربية من الدوغ البرد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته